اهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام نرحب بكم من مدينة الخليل ونحن الآن نعيش اللحظات الأولى بعد الإفراج عن الزميل الصحفي على الرماوي بعد اعتقال يومين لدى الشرطة الفلسطينية هنا في مدينة الخليل وكذلك في مدينة رملا طبعا القرار جاء بالإفراج عن الزميل على الرماوي مع الإبقاء على هذه القضية سنتعرف وإياكم ما الذي جرى في أروقة المحكمة لهذا اليوم وما سيترتب على هذا القرار سيكون معنا طبعا عدد من الحقوقيين وسيكون معنا الزميل على الرماوي للحديث عما جرى بشكل خاص أستاذ علاء الله يعطيك العافية وحمد لله عسنا الله يسلمك أولا وسلمتنا للزملاء جميعا لمن يعتقل على خلفية الرأي لشعبنا للصحفيين لكل من تفاعل وكل من وقف معنا في قضية عادلة تتعلق بالرأي والتعبير والقدرة على قول الرأي نحن على الأقل في هذا اليوم لابد من أن نسجل ثلاثة نقاط وهذا أحمد لعله النقاش الذي كان في الأيام الماضية هل أنتم كصحفيين أولا تتحدثون فقط عن ما يجري لدى السلطة الفلسطينية أم تتحدثون عن الجميع وقالوا هذا سؤال يمكن أنك تناقشوا أنا أقول للذين كانوا يسألون هل أنتم فقط يعني ضد اتجاه معين أنا أقول نحن كصحفيين ما لدينا من مهنة هي مهنة الحقيقة عندما نتحدث نتحدث في كل الفضاء لا نتحدث فقط عن الضفة ونقطة ولا نتحدث عن الغزة ونقطة نحن نتحدث عن فلسطين بكليتها ونتحدث عن الحقوق بكليتها غير منقوصة ونتحدث عن التفاصيل المتعلقة بالحقيقة دون زيادة عليها وحتى عندما يكون لنا رأي يكون الغضب لأجيب الفلسطين النقطة الثانية وهذا نقاش هل أنتم ضد السلطة؟ هل أنتم اختراع ضد السلطة وتحشدون على السلطة؟ وهل هناك دعوة للانقلاب والتخريب؟ شوف أحمد لأكون واضحا على الأقل ما أعرف من زملاء صحفيين وحتى الزملاء المعارضين بما فيهم نزار بنات رحمه الله لم يكن هناك دعوة للتخريب أبدا ولا للتخوين أبدا ولا دعوة لاستئصال فريق على حساب فريق وعندما نتحدث عن السلطة نتحدث عن الإصلاح ولم نستحدث عن الاستئصال وهناك فرق بمعنى أنت تتحدث عن الفكر المتعلق بالانتماء للحالة الوطنية عندما تكون منتميا أنت مش من فريقين لا تخريبي ولا سحيج ما الذي تعني بتخريبي بأنك تدعو لمهلكة أو مقتلة والذي يدعو في ديننا وعقيدتنا إلى مقتلة وخارج منظومة هذه العقيدة وعندما أتحدث عن العقيدة أتحدث عن الدين أولا أتحدث عن الثقافة ثانيا وأتحدث عن المهنية ثالثا وعندما نتحدث عن قانون النقد وهنا أنا اللي قلت في المسجد وأعيده عندما تحدثت وأقول في تغطياتي حرام أن نعلم أولادنا مبدأ الخوف حرام أن يكون أولادنا مرتبطين بشعار حط رايسك بين الروس وقول يا قطاع الروس الفلسطيني بهويته أحد اثنين إما ناقد إيجابي متفاعل وإما ساكن مخرب وعندما نتحدث عن التخريب نتحدث عن فلسفة تؤمن بأن الوطن مزرعة هذا الوطن ليس مزرعة هذا الوطن لا ابن المستقل ولا ابن فتح ولا ابن حماس ولا ابن الجبهة الشعبية يعني ابن التكوين الفلسطيني بكلته لا يحق لأحد كائنا من كان لا يدعو لتخريب ولا يدعو لحالة فتنة في المجتمع الفلسطيني النقطة الأخرى من قال وهنا هذا نقاش أيضا يعني نقاش عندما أنا أطرح هذه النقاشات أحمد أنا أطرحها على قاعدة ما يقال عننا أنت سمعت فيه رحلة الاعتقال ما يقال قيل الكثير صحيح حقيقة صحيح وبتعرف ذباب الإلكتروني وتفاصيل متعلق نحن لا نحمل في قلوبنا كرها لأحد أولا وقالوا لي أنت مثلا تحب فتح من قال لنا نكره ابو عمار رحمه الله فهو شهيد من قال أننا نكره ابو جهاد فهو من الشهداء الأوائل العظام من قال أننا نكره فتح فتح هي منظومة عمل ثوري انطلقت في الواحد واحد خمسة وستين وهذا العمل الثوري كان نتاج فعل حقيقي على الأرض وشهدناه مقاومة حقيقية عندما انتقدنا حركة فتح نحن نتحدث عن التاريخ بإباء ونتحدث عن شبابها المقاوم ونتحدث عن ذروة شهدائها من الكبار لكن عندما ننتقد حركة فتح نقول بأن حركة فتح هذه الحركة العملاقة في التاريخ الفلسطيني حرام أن تسلب برأيها ولا قوتها ولا قدرتها ولا تفاعلها وحرام أن تلد على الأقل أوسلو انتقدنا أوسلو ولم ننتقد فتح نقدنا القيادة التي اختطت مسارا للحديث عن اتفاقيات سياسية ثبت عجزها وانتقدنا أداء في السلطة الفلسطينية انتقدنا الفساد في السلطة ونقولها يعني كيف يمكن لي كصحفي فلسطيني أن أبرر لصانع اتفاقية الفايزر بأنه أحسن صنعا لم يحسن صنعا أساء بل وصلت الإساء إلى حالة لا يمكن تبريرها كيف يمكن أن أتحدث عن مقتل الشهيد نزار بنات على أنه منظومة يمكن تبريرها على الحكومة الفلسطينية مطالبة أن تخرج نتائج التحقيق وأن تقوم بمحاسبة من قام هذا لا يعني أن وصفي للسلطة الفلسطينية بأنها قاتل أنا أقول بأن هناك منهجية هذه المنهجية يجب أن تعالج ويجب أن تصحح ويجب أن يحاكم من قال بالفعل لإثبات حركة السلطة الحقيقية عليها أن تثبت من خلال الأداء على الأرض البعد الآخر أحمد وهو النقاش مهم طب هو البلد لمين هذا نقاش اليوم البلد لمين بتكوينها بفلسفتها بتوجهاتها بحضورها هذا البلد إلنا إلنا كلنا الوطن إلنا كلنا عندما كنا نقول بأن الإنقسام حرام لأن النتائج كنا نقرأها عندما كنا نقول بأن الضخ باتجاه التخوين والتكفير ومنهجية زرع الفتن هذه النتيجة التي نحصدها اليوم هذه فلسطين لا يمكن أن تقبل لا قسمة على أحد لأنها فلسطين والمطلوب أن نتناقض مع مشروع احتلال مش نتناقض مع حالنا لكن أيضا في المقابل حرام على شعب يعيش تحت الاحتلال أن يكون أيضا ضمن منظومة هذه المنظومة أيضا لا تقبل النقد مطلوب أن نقبل النقد أينما كان وأن نقبل التصحيح أينما كان وأن نعزز الوحدة أينما كانت بمعنى أن من يؤمن بقاعدة إلغاء الآخر ليس صحيحا وأن كتبت وقلت وأقولها لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر لكن الحقيقة دائما تهزم الإعوجاج تعالوا نتفق على الحق تعالوا نبني حقا نحن نتوارثه لأنه اسمع إذا خلقنا عبيدا نجعل الاحتلال بالسيطرة على الوطن ما تبقى لنا من وطن نحن ونحن القائلون القادرون على القول المشكلة أنه البعض يستهجن أنتوا ليش بتحكوه طب ولا شو نسوي إذا مش بنحكي مشان هيك أنت يحزنك وأنا أقولها أحد الإخوة في ضباط الشرطة قال شو بدك تقول عن تعاملنا معك قلت له بدأ أقول أنه أنتوا محترمين في التعامل قال معقول تقول أنه أنتوا محترمين في التعامل معي قلت آس أقول أنه أنتوا كنتوا محترمين في التعامل في سلبيات قد أذكرها لكن في الأغلب الأعام كانت تعاملي معي جيدا لكن المشكل في التعاطي مع هذه القضية هون هل أنا أخون الإخوة في الأجهزة الأمنية لم أخون ولن أخون لكن أنا عتبي على من حول الأجهزة الأمنية من قطاعات عمل خدماتية مجتمعية وكثير منهم يفعلون إلى أخذ بعض تكوينات الأجهزة إلى قاعدة من قمع الآخر وهذا ما لا نقبله يعني المشكل هون فلسفيا أنت وطني بامتياز لكن حرام أن تستخدم على قاعدة تظهر فيها خلاف على الأقل ما يقال اليوم أنه صحيح هذا على أقل ما يقال وشان هيك على عنصر الأمن على القضاء على التكوينات في السلطة الفلسطينية على كلها أن ترعى مبدئية الوطن وتقدم ذلك بالانتقال إلى الجزئية الثانية حول ما دار في أروقة المحكمة وكيف كان قرار الإفراج وما الذي دفعك بداية للإضراب عن الماء والطعام في اللحظات الأولى وأنت أعلنت قبل ذهابك للنيابة في مدينة رمضة شوف أنا كنت أعرف أحمد أنه فيه اعتقال أساس إحنا ما نكذب إش هبابة وكان الأستاذ غاندي مشكورا قد همس بإذني قال لي أستاذ على بنصحك أنه أنت ما تأخذ الحاجيات اللي بدك تروحها فأعطينا التزدان والتلفون فقلت له ضحكت قلت له يعني فيه اعتقال قال لي يعني وليش تذكر وين ترايح شوف أنا رحت وأنا عارف أنه فيه اعتقال فأنا لست هاربا ولم تتأخر ولم أتأخر اثنين أنا عارف ليش معتقل يعني اسمع هناك فيه فرق بين أن يصوغ ملف جنائي تحت عنوان معارضة موظف حكومة وفرق بأن يكون هناك إرادة سياسية تريد الاعتقال في ملف كان هناك إرادة سياسية أرادة الاعتقال وزارة الأوقاف من يقوم عليها الدكتور محمد اشتي من هو رئيس الوزراء رئيس الوزراء الذي قلت وأقولها اليوم بأنه مسؤول عن وزارة الداخلية وزارة الداخلية التي فيها أحد الأجهزة الأمنية هذا الجهاز الذي كان أفراده على الأقل بعض أفراده هم المشاركون في عملية الاعتقال التي تم فيها استشهاد نظار بلد أنا أقول إذا أردنا أن نتحدث عن هرمية المسؤولية في إدارة هذا الملف من يتحمل المسؤولية القانونية والمراجعية والدكتور محمد اشتي مش رح نبطل نقولها أنت المسؤول عن حماية المواطن بوصفك رئيس الوزراء ثم وزير الداخلية ثم وزارة الأوقاف التي أصدرت بيانا أو أصدرت مذكرة تحقيقية في داخل الوزارة من شان تطلع اعتقال على الرماوي هم كانوا محرجين أن يكون الاعتقال على خلفية سياسية ثم أسأل وهون مهم عشان يفهم المتابع الموضوع بتعلق بأنه طيب تم الاعتقال وتم الإفراج صحيح لكن محاكمة ماضية ما هو المبرر أنك أعقت طب أنا أقول للمتابعين الكرام وأهل الخليل يشهدون بأن لولا خروجي إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزار لحدثت فتنة كبيرة نحن فوتنا الفتن وأكدنا على الثابت أكدنا بأن منظومة المحاكمة للمخطئ يجب أن تكون وأكدنا أن دائرة الخوف يجب أن لا تزرع بيد الفلسطيني وإنما يجب أن تواجه منظومة الاحتلال إنك تخلق جيل قادر على قول هاي من أكدها النقطة الثالثة أن نؤكد على صلاحية المنظومة السياسية المنظومة السياسية يجب أن تكون مكنعة لشعبها مكنعة في تاريخها مكنعة في حضورها مكنعة في فلسفتها ومكنعة في إدارتها البعد الآخر مهم نفهمه أيضا عندما نتحدث عن الدم الفلسطيني الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام وقدسية الدم الفلسطيني نابعة من كدسية هذه الأرض بمعنى أنه عندما نتحدث عن قانون يجمع الفلسطيني بكليته يجب أن يحترم فيه النظام السياسي على قائدة التداول والانتخاب ويجب أن نحفظ فيه أن هذه الحكومات والتنظيمات والمؤسسات تمثل كل الشعب الفلسطيني لا استئثار لفصيل على فصيل ولا دولة في غزة ولا دولة في الضفة ولا استقلال هنا ولا استقلال هناك لكن أيضا في المقابل يجب أن يحترم رأي الناس في توجهاتهم إلغاء الانتخابات خطأ وعندما نتحدث عن القدس وفيصلها في أداء السياسي أنت تقاتل للوصول إلى القدس لا يفرض الاحتلال عليك قاعدة وجودك في القدس أنت تحمي بيتك في القدس وتحمي حقك في القدس وتحمي مسجدك في القدس وتحمي رؤيتك السياسية في القدس هناك فرق بين أن تدافع مظنة الدفاع وهناك فرق بين أن تزرع محاولة البقاء خلاصة يا أحمد في هذا اليوم شوف عشان ما يقول حدا أننا بطاقة النقد غير وطني نحن وطنيين وطنيين ننتمي لهذه البلد من خلال الروح التي قلتها عندما سألني الطبيب في المستشفى عندما توعكت أمس وقال أنت من يشب تشكي شو يعني نفحصك قلت له أنا بوجعني ضمير أنا مش بوجعني جسدي أنا اللي بوجعني ضمير عندك دواء للضمير عندك دواء يعالج مشكلتنا احنا الفلسطينية احنا كل الفلسطينيين عندنا ضمير بس احنا فيه فرق بين منسوب الوشع احنا إذا بنظل على الأقل نقبل حالة لدينا احنا مش بخير احنا شبابنا بخير وأهلنا بخير والمكونات كلها بخير بس الكلية مش بخير احنا لما بنعيش في دائرة من انكسام 15 سنة دون الوصول إلى مصالحة فلسطينية تقوم على قواعد البناء الوطن احنا مش بخير لما احنا بنعيش في وطن ما زال الاتهام للفساد يعتبر تهمة يمكن أن تحاسب عليها احنا مش بخير عندما تعتقل سياسيا احنا مش بخير عندما يحاول من يحاول أن يشوه وأن يؤطر عملنا احنا مش بخير احنا بدنا بلد بالكل دون استثناء شكرا شكرا لك الزميل الصحفي علاء رماوي على كل ما تفضلت به وهنا طبعا مجموعة كبيرة من المحبين والاصدقاء والحقوقيين ايضا حضروا لمكان استقبال الزميل علاء رماوي بعد الافراج عنه مباشرة الان سيكون معنا الاستاذ غاندي امين وهو محامي السيد والصحفي علاء الرماوي السيد غاندي الله يعطيك العافية الله عافيكم هل يمكن اعتبار بهذا الافراج أن ملف وقضية زميل علاء رماوي انتهت؟ يعني اتمنى ذلك لم يكن هناك مبررا اطلاقا على توقيفي منذ اللحظة الاولى حتى لو قدمت شكوى بحق نتيجة مخالفة ما او ظرف ما كان يمكن للنيابة العامة المحترمة ان تقوم باستدعاء وهو ما تم واتى الصحفي علاء الى النيابة العامة طبعا ولم يتأخر حتى انني تأخرت في المكتب فاستعجلني يعني قال لي لا معلش بسرعة وانا استعديت اني انقله من اذا كانت شكوى محركة من الخليل ومنتد فيها رئيس نيابة رامالله كنت مستعد اني انقله بسيارة تحت كفر شخصية الى الخليل ولكن للأسف لما يتم الاستجابة الى طلبي الان تم توقيف على هل نسأل انفسنا هل هناك مبرر لتوقيف صحفي يتمتأ باحترام في الرأي العام الفلسطيني بالتأكيد لا هل التوقيف هو اجراء سليم انا ارى ان التوقيف وهذا نصوص القانون الاساسي هو اجراء شاذ واستثنائي لا يلجأ الي الا في شروط وفي حدود معينة لا تنطبق جميعه على الصحفي علاء طيب سيد غندي يعني من ناحية القانونية افراج مع الابقاء على القضية ماذا يعني يعني اتوقع ان لن تكون هناك قضية اتوقع ويعني اكاد اجزم في ذلك لا توجد عناصر الجريمة لم تكتمل عناصر الجريمة اولا الصحفي علاء جاء كصحفي الى مسجد وصير رسول عليه الصلاة والسلام ولم يأتي كخطيبا جاء لتقطيع حدث والجمهير الموجودة داخل المسجد هي التي طلبت منه القاء الخطبة فقام بقاء خطبة هي بمثابة تأبين لصديق والناشط حقوقي تأبين له في موته والدليل ايضا انه عندما انتهت الخطبة وطلب منه الامامة في الناس رفض وطلب من موظف وزارة الاوقاف ان يؤمن الناس وهذا ما جرى استاذ غندي بموجب ماذا تم الافراج عن الزميل على ارماو اليوم يعني هل سيكون له مراجعات للنيابة او هل هناك يمكن ان تطلبه نيابة في القضية من جديد ام ان الموضوع يمكن اعتباره قد انتهى كون ان هناك شاهد حضر وتقدم بشهادته امام المحكمة لا اعتقد انه سيتم الطلب من صحفي على الحضور للمحكمة وانا لا اخبرنا بذلك وحدثت موعد الجلسة يعني وكانت تصرف اننا قمنا باخلاء السبيل من خلال المحكمة اعتقد ان الامر انتهى الى هنا وهذا انا في رأيي تطور ايجابي هذا يعطي رسائل اطمئنان وان هناك يعني يجب ان تكون هناك مزيد بالثقة بمنظومة العدالة حتى اشعر للانسان انه يمكن ان يعبر عن رأيه دون ان يوقف او يعتقد شكرا لك او ساس غندي امين وانت محامي الزميل الصحفي على الرماوي الذي افرج عنه قبل نحو ساعة من الآن الآن معنا على الاخ يحيا الله يعطيك العافية الله عافيكم طبعا اخ يحيا شقيق الزميل الرماوي الله يعطيك العافية على مدر يومين يعني عملتم كان هناك وقفات مكتفة كلمتكم اليوم يعني بداية ان احمد الله عز وجل بانتم الافراج عن اخي الصحفي الماتوكال السياسي على الرماوي وهذه خطوة كبيرة بنسبة انه كان ان يعني قلق كبير وخوف كبير على حياة علاء لانه دخل على عتبة اليوم الثالث يعني او دخل في اليوم الثالث في اضرابه عن الماء وهذا يعني تجاوز كبير كان لدينا تخوفات ان يتم تمديد على يعني لخمسة عشر يوما وكان هذا بالنسبة لنا قرار يعني كبير وقرار تصفية والحمد لله انه لم يتم وخرج على ويعني نحن اليوم نتمنى ان لا يعود احد الى هذا الاجراء من جديد وان لا يعني يتم اعتقال علاء من جديد وان يتم الافراج عن كافة النشطاء الذين اعتقلوا على خطوة يعني علاء دخل في اضرابه المفتوى عن الطعام يومه الثالث عمليا كيف كان شعور العائلة وتخوف العائلة وخصوصا يعني انه اضراب عن الماء والطعام اضف الى ذلك انه يعني علاء لم يفصل عن اضراب سابق لدى الاحتلال سوى اقل من شهرين وبالتالي جسده اللي اصلا يعاني من كثير من المشاكل الصحية لا يتحمل ان يخط اضرابين في اقل من شهرين وبالتالي كان لدينا خوف كبير وكبير جدا وكنا نتوقع في اي لحظة ان نسمع عن خطورة تحدث على وضع الصح والبارحة لم نتفاجأ حقيقة بان تم نقل للمشفى نتيجة يعني وعكة صحية حلت بجسده والحمد لله رب العالمين بان تمت الامور على هذا الوجه ويعني نسأل الله عز وجل ان يعني ان لا يعود هذا الفعل من جديد وان يتم الافراج عن جميع الانشطاء والحقوقيين المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير شكرا شكرا لك اخي على كل ما تفضلت به وكما قلت يعني كان هناك استقبال لالزميل الصحف علاء رماوي في مدينة الخليل بعيد الافراج عنه وطبعا اعداد من المواطنين حضروا لاستقباله وتهنئته بالخروج شكرا لكم على طيب المتابعة شكرا لكم على طابت ترجمة نانسي قنقر